منظمة الصحة العالمية تنصب خيامها في العاصمة صنعاء تقدم داخل هذه الخيام العلاج اللازم للمصابين بوباء الكوليرا والذي يفوق عددهم في صنعاء فقط عشرة آلاف مصاب استجابة سريعة أبدتها منظمة الصحة العالمية بعد إعلانها قبل يومين في جينيف عن عزمها تنفيذ برنامج طارئ في اليمن لمواجهة الوباء آخر الإحصائيات تقول إن عدد الوفيات ارتفع إلى 361 حالة بينما وصل عدد حالات الاشتباه بالإصابة إلى أكثر من 35 ألف حالة مركز الملك سلمان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة أعلن عن القيام بحملة كبيرة لمواجهة وباء الكوليرا في اليمن تمثلت بإرسال 550 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية تكفي لعلاج عشرات الآلاف من المصابين بحسب المركز تبدو المنظمات الدولية كبطل المشهد في معركة مواجهة الكوليرا إذ تستقبل مخيماتها معظم المصابين بالوباء وتقدم لهم العلاج مصادر أكدت لبلقيس أن كثيرا من المصابين بالوباء في صنعاء تم رفض استقبالهم في العديد من المستشفيات الحكومية الكبيرة بذريعة ازدحامها بجرح الجبهات أو بعدم كفاية الأسرة حد قولهم عداد الوفيات في ازدياد مخيف والسلطات في الجانبين تتعامل مع الأمر كما لو أنه عمل روتيني لا يستدعي الاستنفار على كافة المستويات